قدر الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أن معركة الحق والباطل أزلية أبدية إن صح التعبير يعني قديمة معاصرة مستقبلية مذبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه الأولى نزل قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر هناك حركة إصلاحية سيقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع ينغ أو تنخر الجاهلية عظامه هذه الحركة الإصلاحية لا شك بأنها ستدفع ولا شك بأنها ستنبذ لذلك في آخر هذه الآيات أوصاه الله تعالى فقال وَلِيَرَبِّكَ فَاصْبِرْ طريق الدعوة طريق الإصلاح دائما يكون منزوجا بالصبر والتحمل وهذا ما بشر به ورقة ابن نوفل من اللحظة الأولى حين التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له والله إنك لنبي هذه الأمة وَلَقَدْ جَاءَكَ النَّامُوسُ الْأَكْبَرَ الَّذِي جَاءَ مُوسَى وَاللَّهِ لَتُؤْذَيَنَّهِ وَلَتُكَذَّبَنَّهِ وَلَتُخْرَجَنَّهِ وَلَتُكَاتَلَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة لم يكن الأمر بعيدا بعد سنة من خروجه صلى الله عليه وسلم كانت غزوة بدر بعد سنة منها كانت أحد ثم تبعتها كل تلك الغزوات وتلك السرايا إلى أن اختتمت تلك المعارك بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش يوم الفتح هيأ لها صلح الحديبية بشيء لكن قريشا نقضت عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ اعتدت على حلفائه فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن رد لهم ذلك بفتح مبين نصر الله تعالى النبي على قريش وأذعنت له وأسلمت له وهنا صدر عفو النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم اطلقا بعد ذلك التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل التي كانت تمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وتساند قريشا في حربها مع النبي وتؤلب قبائل أخرى كذلك التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوى العالمية التي بدأت تخاف من هذه القوة الصاعدة قوة المسلمين التي بدأت تهدد مصالح روما وتهدد مصالح فارس كذلك تهدد العرب المناذرة بين شمال شبه الجزيرة وجنوبها وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم سار مع الجهاد مسيرته مع الدعوة صلى الله عليه وسلم ولكن من الخطأ الشائع الفادح أن نظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم نشر دينه بالسيف هذه حقيقة شبهة يثيرها أعداء الدين ليقال لك بأن الإسلام انتشر بالقوة الإسلام احتاج إلى القوة طبعا كل دعوة في الدنيا أنت كزوج تحتاج إلى قوة إلى قوة مادية إلى قوة علمية إلى قوة معنوية إلى قوة سلطوية كموظف كمدير دائرة أي شخص في الدنيا يحتاج إلى قوة والدعوة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها احتاجت إلى قوة احتاجت إلى قوة الحجة احتاجت إلى قوة الرعيل الأول احتاجت إلى قوة المنطق لكن تلك القوة لم تكن اللغة الوحيدة التي تواصل النبي صلى الله عليه وسلم بها مع الناس على الإطلاق على العكس الدعوة في القرآن واضحة جدا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرجد من الغي والعجيب أن سبب نزول هذه الآية رجل من الأنصار أتاه ولداه وهم على الشرك فأمسكهما وحلف ألا يرسلهما حتى يؤمنا فلما تخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء والأب نزل قول الله تعالى لا إكراه في الدين فقال الرجل يا رسول الله أن يدخل بعض النار وأنا أنظر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إكراه في الدين قضى الله ذلك الأمر أنه لا إكراه في الدين هذه أول قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ضبط بها جهاده ضبط جهاده بالرحمة أولا النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزواته مليئة بالرحمة رحمة على الجيش ورحمة على العدو وهذا يأخذنا للمنطق الثالث وهو حقن الدماء أولا لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري أنهارا من الدماء ما لهذا بعث وما بهذا أرسل إنما أرسل ليخرج الناس من عبادة الناس من عبادة الأحجار من ظلم الدنيا ليأخذهم إلى عبادة الله إلى ساعة الآخرة حقيقة تلك القيم التي ضبط النبي صلى الله عليه وسلم جهاده بها عدلا ورحمة حرية سلامة إنسانية كلها تقول لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد كان قدوة لكل من جاهد نفسه وجاهد الباطل بحقه وجاهد في الله حق جهاده ذكره فينا على حبه القلب مالا ذكره فينا على حبه القلب مالا كلما قلب دنا منه ساب رب العرور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة